وممناسبة الكاف يا جماعة يمكن ميستر باترس موتسبي رئيس الاتحاد الافريقي كان له مؤتمر صحف مبارح الرجل تحدث عن البطولة دور السوبر الجديدة اللي حتتلعب في شكل الجديد المفترض يوم او في اغسطس عشرين تلاتة وعشرين موتسبي في المؤتمر ما اشرشي الى تعديل نظام البطولة يعني الناس كتير تكلمت ويمكن السوشيال ميديا هتمت كتير بانه لا حيتم تقليص العدد لتمن اندية علشان فيه مشاكل في التسويق والرعاية حتى الان لم يصدر قرار من الكاف بشأن هذه البطولة المؤكد فقط ان المفروض تتلعب في اغسطس عشرين تلاتة وعشرين الشكل بتاعها ايه هل بالشكل الكبير الضخم اللي كان الاتحاد الافريقي تحدث عنها قبل كده واللي متسبي اهل النادية بطولة مهمة جدا ومن شأنها بجوازها المالية الجديدة انه تعمل قفزة في رواتب اللاعبين وتزيد من قوة المنافسة وانه الكاف بيأمل من ده لتطوير الكورة في افريقيا وقال كمان ان انا اسق ان ارتفاع الرواتب سيجعل لعبي افريقيا في مستوى لعبي اوروبا وقال العالم كله بيتطور وانحن قال حتى ضرب مثال بكرواتيا قال لك كرواتيا بتقودها امرأة وعدد سكانها قليل لكن منتخبها تمكن انه يفوز على البرازيل واكد متسبي انه فخور باداء المنتخبات الافريقية في المنديال قطر وقال ان المغرب فتح الباب لنا وجعلنا فخورين وفي المنديال المقبل سنذهب لابعد من ذلك شوف هنا بس اللي انا في الملاحظة اللي انا واخدها ان مازال الناس بتجيب اخبار وانا معرفش مصادرها ايه ايه يعني احنا كنا من كتر اللغبطة الساعة اللي فاتت دي مقضينها عشان نوصل للحقيقة هو فعلا فيه اللي عندها تمانية ولا ستاشر هل كل بلد ليه هلأ منتخب ولا ممكن يبقوا اتنين فريق ولا اتنين فريق ولا اتنين لحد ما قدرنا نتأكد ان حتى الان لم يصدر شيء بخصوص هذا النظام يعني كل شيء وارد ايه يبقى الاخبار اللي بتنزل هل هي اخبار تستند الى معلومات مصربة او هي للمكايدة لان الحقيقة حتة المكايدة واخدانا في سكة وحشة او ما بقيتش عارف الحقيقة فينا يا أستاذ ابراهيم طول النهار فيه اخبار للتشكيك ايه هي ايه يعني اما بتقول خبره انت عارف انه مش سليم طب ما انت بكرة الصبح يعني حيتكشف انه مش سليم البلبلة دي ايه المقصود منها يعني احنا بقينا في عالم فقد المصداقية مش عارفين يصدق مين ازا كنا احنا واحنا قريبين من المصادر والمفروض نوصل للحقيقة عندنا صعوبة ان احنا نوصل للحقيقة فما بالك بالجماهير التي يتم التلاعب بها وضع مش سليم ومش سوي ويجب ان يوضع لها حد ده كلام مهم جدا لانه فعلا مجرد كلام بيتيال يتحول الى قصص وحكايات واخبار وتقارير وفي الاخر تصفى العملية على لا شيء متسب بكلامه انه حتى لما جيه يذكر اسماء اندية قالك انا بحترم الاهل وبحترم الزمالك وبحترم الوداد وبحترم الترجي ذكر كل اندية الشمال الافريقي ببديا تقديره لها لكن الشكل العام بالبطولة طبيعي لا اسميها جد في الاشعاعات يعني قالك يشارك من مصر الاهلي يشارك من المغرب الوداد في اشارة استبعاد الزمالك والرجاء او بلاش استبعاد عدم ضم الزمالك والرجاء ويطلع ان كل ده بلونة ملهاش حقيقة يعني فهو الزارة تسأل السؤال فجاب الامثلة بشكل مباشر وده طبيعي بس الاحترام شيء والنظام المطولة شيء بتحترم الناس كلها صحيح انت راجع بتنزل التخابيات هتقول في حد ما بتحترموش لكن النظام ايه بواعدين ايه يعني اللي تقود امرأة احنا حنخلش في العنصرية تاني طيب